بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل لدينا في حصة اليوم إن شاء الله درس جديد في مادة أرياضيات للسنة الرابعة ابتدائي التنقل على مرصوفة صفحة 16 لدينا أولا أكتشفوا نلاحظ هنا أن لدينا مرصوفة نتذكروا مع بعض في المرصوفة ماذا نجد نجد أسطر ونجد أعمدة نجد خانات مربعات صغيرة الأسطر تمثل هكذا عندما أضع المصطر هكذا لدينا هنا السطر الأول السطر الثاني الثالث لدينا الأعمدة لدينا العمود A لدينا العمود B العمود C العمود D جيد فيما يخص المربعات هنا فيما يخص المربعات نقول خانة لدينا إذن لتشفير مثلا هذه الخانة ماذا سنفعل نحدد الحرخ الخاص بالعمود والرقم السطر إذن لدينا مثلا هنا B1 إذن لدينا هنا قلنا شرع منظم سباق العدو الريفي في تشفير محطات المذمار كما يلي لدينا B2 شيء 2 لدينا ماذا يمثل B2 نبحث عن الخانة قام بتشفير الخانة هنا لدينا B2 كيف سنجد لاحظوا معي نبدأ أولا بماذا بالحرف لدينا هكذا أضع القلم لدينا B أضع القلم هكذا إثنان أين إثنان إثنان هكذا لاحظوا معي جيد إذن هنا لدينا ماذا لدينا محطة الانطلاق لدينا شيء 10 لدينا 10 هكذا جيد نمشي هكذا نتوقف عند المسطرة إذن لدينا الخانة هنا تمثل خانة هنا لدينا محطة الوصول بعد ذلك أكمل تشفير كل المحطات حتى الوصول يعني هنا الملونة باللون الأصفر مثلا هنا الخانة ماذا كيف سنقوم بتلوينها أو تشفير هنا هذه الخانة أضع القلم هنا لدينا العمود ج جيد السطر نضع المسطرة هكذا لدينا إثنان جيد مثلا هنا أضع القلم هكذا جيد نتوقف المسطرة أضع هنا لدينا ج أربعة هذه الخانة تشفير الخانة هنا أضع القلم هكذا لدينا د أربعة إذن نواصل تشفير باقي الخانات بنفس الطريقة إذن نمر الآن للجزء الثاني لدينا أنجزو في نهاية الدورة الأولى تم تغيير المذمار ليصبح تشفير محطاته كما يلي تغيير هنا المذمار مثلا هنا في الدورة الأولى كان المذمار هكذا تم تغيير إذن هنا لدينا المحطات هنا المحطة الأولى محطة الانطلاق وهي بي إثنان ثم بعد ذلك لدينا دي إثنان دي ثمانية آش ثمانية آش واحد وهكذا لدينا أنقل الجدولة ثم لون بالأصفر خانة محطات المذمار مطلوب مني أن أحدد الآن محطات المذمار أنه لون الخانات باللون الأصفر لدينا بي إثنان ثم لدينا دي إثنان دي إثنان كيف سأحدد دي إثنان نبدأ أولا بالعمود العمود هكذا دي جيد إثنان هكذا أين هو رقم إثنان إثنان هنا يمشي القلم هكذا يتوقف هنا في هذه الخانة نقوم بتلوينها باللون الأصفر إذن بنفس الطريقة لدينا دي ثمانية دي ثمانية هكذا دي نعضع القلم هكذا ثمانية واحد اثنان ثمانية هنا نمشي هكذا نتوقف هنا في هذه الخانة نقوم بتلوينها باللون الأصفر ثم بعد دي اثنان دي ثمانية آش ثمانية بنفس الطريقة آش هكذا ثمانية نتوقف هنا نتوقف هنا لاحظوا معي هكذا القلم هنا آش نمشي هكذا ثمانية أين يتقاطع القلم الأصفر مع الأحمر هنا في هذه الخانة لاحظوا معي هكذا نسحب أين يتقاطع تقاطع هنا يعني هذه الخانة نقوم بتلوينها باللون الأصفر نكمل مع باقي الخانات الآن بعد تلوين المحطات لدينا ثانيا أكمل تلوين مسلك المضمار الجديد باللون الأحمر إذن المسلك يبدأ المتسابق مثلا من نقطة الانطلاق يمشي هكذا ثم هكذا ثم لدينا هكذا هكذا جيد ثم أحسنتم يعني هنا الخانات نقوم بتلوينها باللون الأحمر الخانات هنا نقوم بتلوينها باللون الأحمر إذن الآن بعد تلوين مسلك المضمار الجديد لدينا يكون التنقل على مرصوفة حسب العمود وحسب السطر لدينا هنا مثلا العمود لدينا السطر نتنقل هكذا لدينا سي اثنان دي اثنان ثم لدينا بعد ذلك دي ثلاثة وهكذا إذن لتعيين مثلا موقع خانة على المرصوفة أريد أن أعين موقع الخانة هنا على المرصوفة يكون أولا بتعيين العمود إحداثيات العمود والسطر لدينا مثلا هنا هذه الخانة نقل أف إثنان نكتب بأربعة ونقرأ أولا العمود ثم السطر إذن هذا فيما يخص حصة اليوم دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا